المغرب يقرر سقبال مبعوث رئيس الجزائري لدعوة حضور القمة العربية والحكومة المغربية تصادق على التفطية الصحية للمعويزين خلال مجلس الحكومي دوليان أوكرانيا تعلن عن مكاسب ميدانية ضد الروس فبوتين يحاذر الغرب من الحماقة ويهدد بقطع امدادات النفط والغاز كليا إذا وضعت الدول الغربية سقط لأسعار المحروقات الروسية مساء الخير مشاهدين نشاطون اخبارية جديدة من كاب فانت كاتخبت عشر أهلا بكم صادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية وبموجب هذا المشروع سيستفيد الأشخاص المسجلين في إطار نظام المساعدة الطبية رميد من التغطية الصحية الإجمالية كانوا ضرائهم الذين يشغلون في القطاع الخاص وكشف بلاغ للمجلس الحكومي أن هذا المشروع الذي قدمه خل داية الطالب وزير وصحة والحماية الاجتماعية يتي تنفيذا لتوجيهة الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وإعادة النظر بشكل جدري في المنظومة الوطنية الصحية ومن المرتقب أن يستفيد من هذا المشروع حوالي 11 مليون مواطن ومواطنة يعيشون في وضعيتها شاشا وتتمحور أحكم المشروع المتعلقة بالحماية الاجتماعية التي تنوص على توسيع الاستفادة من تأمين الإجمالي الأساسي عن المرض لتشمل الفئة المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية رميد فبالمغرب دائما قالت وزارة واشون الخارجية وتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن سلطة الجزائرية قررت في إطار تحضير للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها بالجزائر العاصمة في الفتح من وامبر المقبل إفادة عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية حاملين دعوات إلى جميع قادة الدول العضاء بجمعات الدول العربية وضفت الوزارة ذاتها في بلاغ لها أنه سيتم إفادة وزير العضل الجزائر إلى المغرب بعد المملكة العربية السعودية والأردن في حين سيسلم وزيرة داخلية دعوة نفسها إلى القمة إلى تونس ومريطانيا وفي هذا السياق سيتم استقبل وزير العضل الجزائر بالمغرب وفق بلاغ وزارة أشعون الخارجية وتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج دوليا أعلنت أوكرانيا أن قواتها حققت مكاسب ميدانية ضد الروس في بعض الجهات فيما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوروبيين من الإقدام على حماقة لن يصلهم بعدها غاز ولا نفط ولا وقود ولا شيء أقل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمسي العربعة أن قواته استعادت بلدات عدة من الروس في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا من دون تفاصيل أكثر ووصف مصور كبير بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عمليات الشيش الأوكراني في المناطق الجنوبية من أوكرانيا بأنها تقدم مهم في سخة المعركة من جاته هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع امدادات النفط والغاز بالكلية إذا وضعت الدول الغربية سقفة لأسعار المحروقات الروسية وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في أقصى شرق روسيا أمسي الأربعاء لن نسلم شيئا على الإطلاق إذا تعارض ذلك مع مصالحنا لا غاز لا نفط لا فحمة لا زيت وقود لا شيء وأكد الرئيس الروسي أن عزل بلاده مستحيلا بالرغم من حمى العقوبات الغربية وشد في كلمته بالدور المتزايد لمنطقة ياسيا المحيط الهادي في شؤون العالم خلفا للغرب الذي رأى أنه يتقهقر وينخره التضخم وبعد مشموعة الأسابة التي دعت إلى تحديد سقف لسعر بيع النفط الروسي اقترحت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين أمسي الأربعاء على دول العضا في الاتحاد فرضى سقف لسعر الغاز الروسي وفي بريطانيا قال قصر باكينجهام في بيان اليوم الخميس أنه بعد مزيد من التقييم هذا الصباح أعرب أطباء الملكة إليزابيت الثانية عن قلقهم بشأن صحتها وأوصوا بأن تخضع للإشراف الطبي وذكرت وسائل علامة بريطانية أنه تم إبلغ أسرتها بهذه التطورات وأن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وابنه الأمير وليام توجهها إلى مقر يقامة الملكة إليزابيت في قلعة بالمورال بيسكوتلندا بدأ أنباء عن قلق الأطباء بشأن صحتها من جانبها قالت رئيسة الوزراء ليز تيراس إن الدولة بأكملها تشعر بالقلق البالغ إذا هذه الأنباء أضفت قلبي وقلوب المواطنين في المملكة المتحدة مع الملكة وأسرتها في هذا الوقت وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن الملكة البلغة من العم ستة وتسعين عاما تعاني منذ أكتوبر من العام الماضي من مشكلة صحية سببت لها صعوبات في المشي والوقوف في أخبار الرياضة يعقد ناخب الوطني وليد رجراجي يوم الاثنين القادم بسلاء ندوة صحفية للإعلان عن أسماء اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة للمبارتين الوديتين التي ستخوضهما النخبة الوطنية ضد منتخبي الشيلي والباراقوي وفدت الجامعة الملكية المغربية لكلة القدم في بلغ لها أن الندوة الصحفية ستنطلق بداية من ساعة 11 صباحا بمركب محمد السادس لكلة القدم بالمعمورة ويجرى اللقاء الودية الأول لما منتخب الشيلي يوم 23 من شتنبر الحالي بمدينة برشلونة فيما تقام المباراة الودية الثانية ضد منتخبي الباراقوي يوم 27 من نفس هذا الشهر في مدينة إشبيل وبالرياضة مشاهدين نصل وإيكم إلى فتن هذا العرض الإخباري لمزيد من الأخبار دائماً زروا موقعنا الإلكترونيكا بإذنكات خطائمة شكراً على انتباهكم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة